السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اي نعم قد يكون يقول قائل واذا كان القضاء في بلد ما او في زمن ما ضعيف كم من الناس يسرقون اموال الناس او يسرقون المال العام او يتم الاعتداء عليهم ولكن القضاء يكون اضعف من دو الهيئات والقضاء ضعيف ولا يستطيع ان يحكم ماذا نفعل في هذه الحال الحال كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يذكر بان محكمة الدنيا هي محكمة بسيطة ومحكمة متواضعة لكن يذكر بان هناك محكمة اخرى في الدار الاخرة لطالما كان يحدث صحابته الكرام بان يخشوا ربهم وان يرد الحقوق الى اصحابها قد يكون الانسان من دو الهيئات فيشفع له او يقال في عطراته او عنده من يحميه او يشفع له فيمر والقضاء يغمض عينيه وكأن شيئا لم يقع النبي الكريم يقول هناك قضاء يكون في الدار الاخرة في الدار الاخرة تنصب محاكم اول محكمة تنصب هي محكمة في الدماء كل من قتل نفسا بغير حق الله تعالى يناديه ويأتي القتيل ويقول يا ربي والقتل يمسك بقاتله يقول يا ربي ان هذا قد قتلني اسأله لما وقد صار حييني كلاهما حياني امام الله تعالى والقتل صار قويا وهو الذي يمسك بقاتله يا رب اسأله لما قتلني اول محكمة محكمة الدماء تاني محكمة محكمة الاموال كل من سرق مال الناس كل من نهب مال الناس كل من استعمل اساليب مغلوطة في نهب حقوق الناس فالله تعالى يخبر بانه يوم القيامة يأتي ويحمل كل هذه الثروات وهذه الممتلكات يحمل فوق ظهره ويبحث اين انتم يا اصحاب الاموال ولا يكاد يجدهم في ضل الازدحام يا اصحاب الاموال خدوا اموالكم عني خدوها ولكن هيهات هيهات ان يجد احدهم والمحكمة الثالثة هي محكمة الفروج يعني الاغتصاب او انسان يضحك على فتاة يوعد بالزواج ثم تحبل منه وتلد ويفر او غير هذا فكل تسمى الفروج فيها محكمة خطيرة جدا ان الله تعالى يحضر كل من ضلم واعتدى ولم يتسمح في الدنيا فانه يحاسب في هذا المقام فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يربي امته على انهم يكونون امام القضاء يكونون فيهم مساواة وفي عدالة اجتماعية وكان يطلب للقضاء ان يكون مستقل وان يكون قوي لكن اذا اصاب القضاء فساد او ضعف او هنات فان الانسان لا بد ان تذكر بان هناك محكمة عليا عند مالك الملك سبحانه وتعالى ومرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سوف يسأل اهل الحبشة الصحابة الذين هاجروا اول مرة للحبشة اول هجرة قبل المدينة المنورة كتن الحبشة فلما عاد اهل الحبشة وقد استقروا فيها سنوات قال لهم حدثوني ماذا رأيتم من عجائب في بلد الحبشة فقال احد الصحابة يا رسول الله رأينا امرأة عجوز تحمل فوق رأسها جرة من الماء وقد تعبت لكي تسقي فإذا بشاب يأتي ويضع شيئا عند قدميها وتعتر وتتكسر الجرة بالماء والمرأة تتتخ بالوحل فلما قامت قالت له وهرب الشاب هرب وصار الاصحاب يضحكون ويسهرون فالمرأة قالت لهم غدا يوم القيامة حينما يظهر الكرسي ويظهر الكتاب وحينما يسد الله الاصوات والايدي وتنطق الجوارح سوف احاسبكم عند الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه المرأة حكيمة من ارض الحبشة انها تعلم بان يوم القيامة هناك حساب وهناك سراط وهناك قصاص لكل من يعتدى وتجبر السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة